نفتح نافذة للتحليل الآن لتطورات المشهد فيما تعلق بالصفقة بين حماس وإسرائيل مع ضيفنا في الستوديو سيد محمد مرعي مدير المرصد المصري بالمركز المصري الفكر والدراسات سيد محمد أهلا بك معنا سعداء جدا بوجودك في الستوديو بداية كيف تبعتم هذه التصريحات الإسرائيلية وما تم تداوله عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية فيما يتعلق بتأجيل تنفيذ الصفقة بين حماس وإسرائيل خلينا في البداية نأكد على شيء مهمة تصرحات الإسرائيلية اللي خرجت من رئيس جهاز الأمن القاوم الإسرائيلي أو حتى من الإعلام الإسرائيلي حوالين تأجيل الصفقة وأن احتمال الإفراق أو أن يبدأ من صباح يوم الجمعة تنفيذ تبدل الأسرة هذا لا يعني على الإطلاق أن الصفقة قد ألغيت أو أن هناك مشاكل وخلافات كثيرة في الصفقة لأن الصفقة أعتقد الجانب الأمريكي والجانب المصري أو اليوم الأربعاء الرئيس بايدن تحدث مع نيتانياهو وتحدث أيضا مع أمير قطر وتحدث مع الرئيس المصر عبد الفتاح السيسي وأعتقد أن الصفقة في طريقها للتنفيذ في أعتقد أنه قد يكون هناك بعض العراقيل اللوجستية أو بعض الخلافات الفنية الصغيرة وسيتم خلال الساعات القادمة تجاوزها النقطة الأولى هنا لو نتحدث أن الجانب الإسرائيلي كان وفقا لما قيل حتى في الإعلام الإسرائيلي كان ينتظر قائمة بأسماء الأسرة والمحتجزين الإسرائيلي لدى حماس وكان مفترض حتى على نهاية اليوم أن يكون قد تسلم هذه القائمة حتى الآن العلامة الإسرائيلية تحدث أن الإسرائيل لم تتسلم حتى هذه اللحظة قائمة بهذه الأسماء لكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي هنا نعتمد على المصادر الرسمية بن يمين نتنياهو يقول أنه إطلاق صراحي المحتجزين الإسرائيليين لن يحدث قبل غد الجمعة الصفقة قائمة لكن هناك بعض الأمور اللوجستية بعض الأمور اللوجستية هل تتوقع أن يتم تجاوز هذه الأمور بالوسطات القائمة بضغط من الولايات المتحدة حتى يتم تنفيذ هذه الصفقة مباشرة؟ خلينا نقول الطرف الأهم في هذه الصفقة هو الطرف الأمريكي أمريكا هي من دفعت بشكل كبير جدا إلى الضغط على الجانب الإسرائيلي لقبول أو نتنياهو وغلط ومجموعة أو مجلس الحرب الإسرائيلي إلى قبول هذه الصفقة وطم أعتقد أيضا أن إسرائيل قبلت هذه الصفقة بامتعاض شديد أعتقد الأمور الفنية اللوجستية التي نتحبف عنها من السهل على الوسطاء الوسط المصر والوسط القطر والوسط الأمريكي أن يتم تضارقها خلال الساعات القادمة لتنفيذ الصفقة على أرض الواقع طيب في حال كان هناك أزمة معينة متعلقة بالتفاصيل الداخلية كيف تتوقع ردة فعل حركة حماس وهي التي نشرت البيان بشكل واضح ووضحت فيه أبرز البنود تفصيلا لما سيتم خلال أربعة أيام من عمر تنفيذ هذه الصفقة خلال نقول للبيان لأصدراته حماس أو حتى التصرحات التي خرجت عن مصادر مصرية في الإعلام المصري أو البيان القطري أو البيان الأمريكي لم يدخل في تفاصيل تنفيذ هذه الصفقة يعني حماس كانت طلبت كجزء من المباحثات مع الأطراف أن يتم عودة من تم نزحهم إلى الجنوب أن يعودوا مرة أخرى إلى الشمال وهذا رفضته إسرائيل أوكي فإحنا تجاوزنا هذا الخلافة هذه النقطة كان هناك طلب لدى حركة حماس أن يكون هناك وقت كافي يعني لا يكون فيه طارين إسرائيلي ولا درون يسمح لهم بالوصول لأماكن تواجد الأصرة والمحوظات هذا الحديث خلال ست ساعات من العاشرة حتى الرابعة مساءً يعني كان المفترض أنه يبدأ يوم الخميس وصولاً خميس جمعة سبت أحد تنتهي هذه الصفقة وأيام الهدى المعلنة حتى يتم تسهيل وصول المحتجزين داخل قطاع غزة إلى الصليب الأحمر ومن ثم إلى الجانب المصري وصولاً إلى إسرائيل في نقطة تانية هنا مهمة جداً يجب التركيز عليه جزء من التصرحات التي قالها بن يميني تانياه ومن ترويج نجاح هذه الصفقة للداخل الإسرائيلي أنه أكد أنه يريد أو طلب من الرئيس بايدن ومن الأطراف أو من الوسطى أن يتم السماح للصليب الأحمر أن يدخل أدوية أو يطمئن على المحتجزين أو الأسرة الذين لا تشملهم الصفقة أو الجزء الأول من هذه الصفقة طبعاً بالتأكيد هذا صعب حدوثه على الأرض لأن حماس الأسرة والمحتجزين ليسوا متوجدين في مكان واحد أصلاً مفترض أن حماس تحتاج أصلاً إلى وقت إلى 6 ساعات يومياً لتصل إلى أماكن تواجد هؤلاء الأسرة والمحتجزين فبالتالي هي ليس هناك أسرة هي تحتاج إلى وقت لتصل إلى الأسماء التي ستم إدراجها في الجزء الأول من هذه الصفقة